تصريح لاعب المنتخب العراقي برغام اسماعيل يقول انا افضل لاعب في العراق والمدرب المحلي احسن من الاجنبي طبعا هاي الجملة صار الف مرة يعيده يعني يكون مثل يقول من مدح نفسه ذمها كريستيانا ميسيما يقولون احنا افضل لاعبين انتو كجماهير شن رأيكم بتصريح اكتبو انا اراكم وضع زيدان اقبال في دعبة فيفا 23 بس طبعا شكله ما رأيهم مو نفس الشكله بالحقيقة السلام عليكم شباب وياكم انا سأخبار المنتخب العراقي قبل ما تكمل الفيديو صلي على النبي محمد وهالي محمد سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع الاصدقائك ليصلكم كل جديد زيدان اقبال خارج قائمة مانشستر يوناتد للعب الثاني على التوالي امام بريتين فورد ضمن الدور الانجليز الممتاز والتي خسرها مانشستر يوناتد باربعة اهداف مقابل لا شيء هاي طبعا دعوة 40 مليون العراقي بالخسارة وانا من ضمنهم بسبب عدم موجود زيدان اقبال مع الفريق فاوز منتخب شباب العراق على ناشئي العراق بهدف هاي مقابل هدف يمبارات والدية تحضيرية يعني هسا هذا عماد محمد معتبراين جاز فاوز على ناشئين رافيديا ما شاء الله شلون وقت خلفيات المنتخب العراقي شباب وناشئين يتواجهون اليون وصلتون يلا همزين ما قسروا وثيناتهم احتفال كيفين يعقوب المتكرر بالدبكة العراقية اشارة منه من اجل منحه الجنسية العراقية الى مثايا اتحادنا يعني لهنا وكافي لازم تشوفون حل المحترفين في اوروبا وتكملون اوراقهم باسرع وقت من اجل تمثيل منتخبات العراقية احمد هشام الراوي لاعب المنتخب الشباب القطري واناد الريان شقيق اللاعب بسام الراوي يرفض تمثيل المنتخب العراقي نهائيا وهو مستمر مع المنتخبات القطرية حتى يعتزاله طبعا المنتخب العراقي اكبر من عندك ومن اخوك بس المشكلة بالاتحاد بسبب تخبط الاتحاد هو الخلى اللاعبين العراقيين يلعبون الغير منتخبات والسبب الثاني يستدعو المحترفين وينزلوهم بالمباريات محمود يقول احنا ما ردنا ندخل زيدان قبال بتصفيات كأس العالم ونضغط عليه لانهو مستقبل الكرة العراقية المهاجم العراقي عمار محسن يقول شرف كبير لان يتم استدعائي لصفوف منتخب العراق مؤسسة الدور القطري اختارت عمان حسين ضمن المرشحين للقب نجم الاسبوع بعد نهاية الجولة الثانية نادي دالكورد السويدي اعلن عن تعاقده مع لاعب الوسط العراقي مروان بازي رسميا نادي هامار بالسويدي فريق مهند جعاز اعلن عن التعاقد مع العراقي منتظر ماجد نادي هلسنبورغ السويدي الممتاز اعلن التعاقد مع المهاجم العراقي عمار محسن لثلاث سنوات ونصف قادما من اسكليستونا ملحق الدور الاوربي الظاهر العراقي من ارخاص دوسكي شارك طوان مباراة نادي سلوفاتكو التشيكي والتي انتهت بالتعادل الايجابي مع فانر بخشة تركي بهدف لكل منهما في جولة اياب الدور الثالث بهذه النتيجة غادر رفاق دوسكي تصفيات الدور الاوروبي لكن الفريق سوف يشارك في الدور الحاسم لملحق دور المؤتمر الاوروبي حسن قوقية يستعرض الجواز التي تحصل عليها هذا الموسم ويشكر كل من وثق به قصيمونير مدربا للديوانية من جديد نادي الحدود يختار ملعب الشعب الدولي ارضا له في الموسم القادم من الدور العراقي لينظم الى القوة الجوية الذي اختاره لتضيف مبارياته ايضا المدافع سعد ناطق شارك اساسيا بمباراة نادي الباطن السعودي والتي انتهت بالفوز على الخور القطر بهدف وحيد ضمن مواجهة تحضيريه مدارتنا للشرطة العراقي وبالتشاور مع الجهاز الفني تختار مدينة اربيل لاقامة ماسكر تدريب فريقه الكروي تحضيرا للموسم الجديد على ان يبدأ يوم الخميس المقبل صفاء هادبي زي فريقه الخاص بالموسم الجديد من الدور الايراني سيرتد الرقم 5 مع فريقه تراكتور وسيبدأ الفريق اليوم امام غول غوهار سيرجان برأيكم ماذا يحدث لمانشستر مينات الثاني لعبه الثاني خسارة ماشستر سيتي يضرب بورنماث برباعية نظيفة وارسنال تغلب على اليستر سيتي بأربعة اهداف مقابل هدفين في الدور الانجليزي الممتاز في بيكوارديو لن يضرب ماشستر سيتي يقول أريد برناردو سيلفا بالنسبة 110% ماذا تغلب الي هنا وصلنا نهاية الفيديو سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة تفعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كم معكم انس في عمان الله نلتقي في فيديو جديد أحبب